في جملة استوقفتنا أنا شخصياً بيقول يعني كابتن أحمد ناجي من صناح حراس المرمة يا طرى حراسة المرمة يعني بتقدر مدرب يقدر يصنع حارس مرمة لا حقولك حاجة يعني أي فن أو أي حاجة يعني فيها تميز لازم الموهبة تبني بقى واحد طبعاً وبعدين تبني عليها بقى صفات بدنية صفات نفسية كاركتر يعني كل الحاجات بتتبني بعد الموهبة لكن صناعة كده اللي بيتبنى بعد الموهبة اللي بيتبنى بعد الموهبة حاجات بقى كتير يعني مثلاً أنت مثلاً بتبقى زي الدكتور بتكشف عليه وتشخص الأمراض وتبتدي تشتغل فيها إذا كان ده ولد موهوب وعندنا أمثلة كتير في النهدي طبعاً نشتغلنا معهم فبتبتدي مثلاً معدلات اللياقة معدلات المشاكل الفنية الحاجات اللي هي وبعدين أنت في الاختيار في الأساس أنت زي كنت بتختار للنادي الأهلي فما بتختارش أي حاج يعني لازم تبقى حد حيعرف ينافس حد حيقدر على المنافس بس فلكن طبعاً الموهبة لازم تبقى هي الطايتل الكبير كل مدرب يقدر يصنع ده هو السؤال برضا علشان يكون واضح ما اعتقدش كل مدرب عنده عنده زي ما يقوله بس هو المدرب بالضبط زي ما دلوقتي حاصل لغط على مين هو صاحب الفضل ع الشناوي مثلاً تمام؟ فأنا قلت المسأل حلو قوي قلت يا نخلة كله بيهز فيها كل المدربين اللي الشغل معاه بيهزوا فيها فيه واحد بيقع بلاحتين وفيه واحد بيقع صباطة وأنت وشطرتك يعني هوات مراً مع خمس ست مدربين أكيب كلهم ليهم الفضل عليهم من أول إبراهيم عبدالعزيز إمام عبدالعال كابتن محمد يونس ليه فضل كبير عليه جداً كابتن طرق سليمان ليه فضل كبير عليه جداً يعني كل الناس ليش كابتن سيد السويركي ليه فضل عليه كبير جداً كل دول تاريخ يعني كمان مش لل لا ده هو ده بقى المهم دلوقتي لا برضو حضرتك شككوا في الفضل اللي ليك بعد ربنا عشناك لا أوه أنا أنا بكلم في المنطق أنا سيب نينا على الجنب اللي أنا هجيبه النادي اللي عنده 14 سنة لا وكاس العالم وكاس العالم أنا عدت أنا وكوبر عشرة أيام نتخانق عشان أنا مصمم عليه وكان فيه قراءة تانية وياخدني عشيني ونقعد نتكلم وحاجات وبعدين بعد ماتش البرتغال خلاص خدنا القرار قال لي خلاص ده ماتش البرتغال الودي 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 اللي هو بان فيه بقى اللي هو شخصية وبيلعب كريستيان رورال وعمل ماتش هاي وبعدين هنلاعب بقى أورجواي كافاني وسواريز يعني حاجات محتاجة إعداد نفسي بشكل مختلف تماماً وبعد المباراة كان مهم جداً إنه هو يثبت على الحالة النفسية اللي هي ما بعد المباراة يعني أنا قلت له مثل عندنا الشيخ الشعراوي لما كان بيخطب خطبة حلوة كان ينزل يمسح الحمامات عشان يكسر نفسه ما كلمتوش بالكورة يعزك النفس الضبط ما يعلاش ما يعلاش وهو أنا بعتبره بما إن الكلام يعني التطرق للشهرناوي أنا بعتبره أهم لعب في الكرة المصرية في الوقت الحالي كمحترف شغله على نفسه إزاي بيقضي يومه كمحترف طبعاً عنده عيلته ربنا يخليها له مراته أولاده وحماته وأبوه وكل عيلته مسندين ومسندة بشكل قوي جداً بيعرف ناس يعني ما بيخلهوش يبقى في حتة تانية غير الشغل مفيش صحاب سوق صحاب كلهم مفودين أنا أعرفهم بالاسم يعني اللي حواليه اللي حواليه ودي مهمة جداً للعيب الكرة لأن في ناس بتخسر وظيفتها وبتخسر شغلها عشان الناس اللي حواليها طبعاً كابتن أحمد ما فيش شك إنه إنه محمد الشناوي عايش حياة احترافية زي ما حضرتك بتتكلم بس كلمني عن الشناوي هو عنده 14 سنة وهو بالشرط وهو لما كان بينزف دم لا يعني بجد بجد هو الولد من بدايته وهو مبشر جداً جداً وبيتمرن تحت كل الظروف كنت شايف فيه إيه في الأول؟ شايف في كل حاجة وبعدين استلموا كابتن إبراهيم عبد العزيز ده متخصص بقى في التكنيك والحاجات يعني من الناس برضو اللي ليها فضل كبير جداً على محمد الشناوي وتوسمنا فيه كلنا إنه هو طبعاً إمكانيات جسمانية مش طبعية حاجة مواصفات عالمية يعني آآ بعد كده مشي مشوار معنا كتير ولعب درجة أولى قبل ما يمشي لعب مع كابتن أنور السلامة آآ كان ماسك في فترة دي ولعب أكتر من المنبرها يعني وبعد كده مشي وأنا متأكد إنه كان ما لقيتش بقى كابتن ناجي في الفترة إن محمد الشناوي ما بيلعبش عشان كان يعني بعيد شوية فراح عارة طلع طلع الجيش شوية أعتقد لديهم راح عارضوا راح فريق كمان آآ وبعدين أنا في المنطقة بكت بغضوا في متلوجيت لأ إنت ما قلقتش عليه إنه ممكن جداً آآ خروجه من نادي لا شخصيته مش كده شخصيته 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 شناوي آآ فيها ده فيها التحدي وفيها إنه شايف نفسه بعدين يعني ودي مهمة جدا إنه انت تبقى شايف ما بيبصش تحت لي شايف نفسه بعدين هيعمل إيه عشان يروح للحتة دي وهو ده الشناوي اللي 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 الل والناس تعرفها وكمان بعض اللعبة تعرفها ممكن جداً إنك بتلعب كاس عالم وبتطلع منوف دا ماتش في أول مباراة في كاس العالم ممكن جداً شخصيات مختلفة تبقى دي بداية النهاية بتاعتك فالمحافظة على المستوى عشان كده قلت لك اللي قاتموس فير كله اللي حواليه يعني أنت بترجع ده الحياة اللي بره الملعب بره الملعب ده مهم جداً بره الملعب ده مهم جداً الحياة اللي أنت عيشها الجو اللي أنت من خلاله بيتقلق كلام بيخليك تورم ولا بيخليك تهدى ولا بيخليك تبقى فاهمني هو لأ هو عائل جداً وأنا شايف إنه هو لسه فيه حاجات هتبقى أحسن تقلقه بقى في صنوعة الألعاب محمد الشنوي برضو يمكن صنوعة الأهداف ده برضو يعني حاجة نادرة جداً لما نتكلم عن حراسة المر ما مش بالمسألة دي بتبقى بتبقى فنية يعني مثلاً عنده معدلات القوة بوصلت لمرحلة كويسة جداً وزائد حاجة اسمها الدقة أنه يحط الكرة في المكان اللي هو عايزه العلاقة بين جهازه العصب والعضل موجودة مسافة بين اتخاذ القرار وتنفيذه موجودة الرياكشن موجود اللي هو يعني أنا هاخذ الكرة وهلعبها في المنطقة الفرنية ده قرار يعني مركب صحيح يعني شاطر يعني شاطر بجد وأنا بقول له كلمتين بعد وكل ماتش أو بعطل الرسالة الصوتية أنا فخور بك بس خلاص